في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله أقدمت عدة شركة طيران على إلغاء رحلاتها إلى لبنان لأسباب تقنية وأمنية معقدة تشمل هذه الأسباب المخاوف من تهديدات محتملة تتعلق بسلامة الطائرات التي تحلق فوق مناطق التوتر خاصة في ظل احتمالية اندلاع أعمال عدائية واسعة النطاق أبرز الأسباب التقنية وراء تعليق الرحلات هي سلامة الطائرات في الجو حيث تعمد شركة الطيران إلى إلغاء أو تعديل مسارات رحلاتها عندما تواجه احتمالية تتعرض الطائرات لخطر خصوصا عندما تمر الطائرات فوق مناطق نزاع قد تكون مستهدفة بصواريخ أو طائرات مسيرة وعلى الرغم من أن الطائرات المدنية تحلق عادة على ارتفاعات تتراوح بين 9 إلى 12 ألف متر وهو مستوى يعد آمنا في الأوضاع الطبيعية فإن الصواريخ المتقدمة وبعض أنظمة الدفاع الجوي قد تصل إلى هذه الارتفاعات ما يزيد من مخاطر استهداف الطائرات فوق مناطق النزاع بحسب ما ذكرت المجلة المتخصصة بالطيران أفييشنويك كما أن النزاعات المسلحة قد تعطل الخدمات اللوجستية المرتبطة بالطيران مثل تزويد الطائرات بالوقود وصيانة الطائرات ونقل الركاب والأمتعة ما يجعل من الصعب على شركة الطيران الحفاظ على جدول رحلات منتظم وآمن أبرز الشركات التي علقت رحلاتها إلى لبنان خلال النزاع شركة لفتانزا الألمانية حيث علقت حتى الآن خمسة رحلات منها إلى بيروت بالإضافة إلى أيرو وينغز وسويس انترناشنال إيرلاينز التابعتان لمجموعة لفتانزا يضاف إليها الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الإثيوبية بالإضافة إلى شركة الشرق الأوسط للطيران أبرز الخسائر التي قد تطال لبنان بسبب هذا القرار هي خسائر اقتصادية ومما أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على السياحة والسفر فإن توقف الرحلات الجوية ستؤثر بشكل خطير على إيراداته من السياحة بحسب مركز إيرو تايم المتخصص بالطيران والاستشارات لعالم الطيران وبشكل عام يعتبر الوضع في الشرق الأوسط معقدا ومتغيرا بسرعة ما يدفع شركات الطيران إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة لضمان سلامة الركاب والتواقم